السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم إخوة اليوم إن شاء الله بإذن الله سنقدر لكم واحدة تشكيلة لتشكيلة وعرة وعرة بزفري ستكون قدام الفارق المالاوي إن شاء الله اللي سنلعبه مع الطور 16 سنلعب المالاوي ومباريات كاملين أغلبية المباراة تشتم وعاوة تشتم فيمجوش تلموا الخاصة للعب وبانولية الشي تغارات اللي فيها وميانيته تغارات الكبيرة ولد Luc Bl يقدم الكثير من 6 تغارات ستات Mind ولكن تستغيب تغارت وبالتغارات وتعالى سنعفر واحدة تشكيل وعند هذه المنتخب المغربي لكم انشاء الله سنطرف وعندما نقدي التشكيل كشبوهولة في التعليقات كإمكاني هي تشكيلة رواعة وإن شاء الله يجب إمكاني الاستعمل لحمها واحد خليلو زج يا انشاء الله سنقول لي المدرك المنتخب المغربي في كأس العالم الذي سيكون في قعدر في 2022 لا تنسوا اللقاح العنم ولم ترجموا التشكيل هذه كشبهو تعليق لتشكله لا تكشبون تعليق لتشيهاج اخوان اذا بكنتكلم مع المغربة مباشرة عشان المغربة همري غايتفرجوا هذا الماش هيتفرجوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله بإذن الله وحنا غادي نقدركم تشكيله ان شاء الله هذا ودبر اخوان غادي نبدأوا على بركة الله ان شاء الله غادي نختاروا الفريق المغربي وتشكله غادي نختاروا الاخوان وهي 4 جوج 3 1 هذه هي تشكله اللي غادي تصلح كالطمه ولوي ولو بنزيده اكثر دقة هاتتشكيله هادي تقد تلقى تلقى تغارات عش ما يكونش الهجوم عندنا بجهد لشي حاجة غادي ندير واحد تشكيله اللي يحسن منها هي 4 جوج 1 3 هادي تشكيله رائعة هي ولو بغنا ندير واحدة اخرى او تاني 4 1 جوج 3 غا نقلبه على تشكيله دي 4 1 جوج 3 هادي 4 1 جوج 3 هي اللي غادي نخدمو بها وغادي نمشو بها من طيب الاصدقائي علاش الهجوم دي المالاوي ضعيف الهجوم دي المالاوي ضعيف والوسط دي المالاوي هذا هو ضعيف هم عندهم غير الديفاع الديفاع دي المالاوي مجد عندهم لعبين طوال قامة هلا اصلا كترهم جيدا في الهجوم وناقضوا 5 في الهجوم ثلاثة هجوم وجوج ووسط في الهجوم النمو ما تشيه هدي تشكيله هدى نديروا 4 و 1 جوج 3 وغادي نخترو الارضيجه الاصطيقاعي وغادي نكونوا لعبين مع التمنية اذا غادي تكون شوية مضليمة سوف نختار المنتخب المغربي لدينا الكثير من اللاعبين سوف نحفظ سوف نختار الحارس المرمى سوف نختار المغرب سوف نختار الحارس المرمى سوف نختار حارس المغرب في الأخرى سوف نختار الحارس الائف الأول سوف نختار منه سوف نقوم بالكامر سوف نختار حارس المغرب سوف نختار لمن sma أيضًا سوف تكون حارس المغرب سوف نختار المغرب والقابون أصدقائي سوف نقلبه على سيس سيس رومان سيس سوف نرى اللعب أيمن ضروري يكون حاكمي ويكون حاكمي لا يريد سبارك الله سوف نختار حاكمي سوف نختار حاكمي بإذن الله أشرف حاكمي كل اللعب الثالثة الأخوان ضروري سوف نختاره مباشرة وهو ماشي أكراد ماشي أكراد أدام السينا سوف نختاره من السيس سوف نختاره سوف نختاره سوف نختاره ونختاره نيف أكراد نيف أكراد وهذه تشكيلة أصدقائي هذه تشكيلة خطيرة من أجل من المهم من المهم سوف نختاره سوف نختاره سوف نختاره هنا سوف نختاره أصدقائي ومعصف سوف نختاره سوف نختاره فدل أساط سوف نختاره سوف نختار نحن بذلك التفاعل المفاهم على اشرف حكيمي اصلنا على اصدقائي ، ممكن لا يوجد اصدقائي اصدقائي لما ترى او باركوك ايمن باركوك او لا نكون بذلك نفيد الى اصدقائي ولكن اصدقائي إسحسن ايمن باركوك هي وعر سوف نختم اضعاء اصدقائي لناختروا واحد لعب ما يكون هناك وهو املح ساليم املح لنضع فرق بلاصي انه يمكن الفرق في ان دفاع والهجوم سبارك الله سوف نقلب ساليم املح فهذا سبارك الله واعر هنا أصدقائي سوف نختاره ترى اللاعب لما عمره ملعب ملعب واحد خليل زيج وما كان مجاني ما اجبتني هذا اللعبه هذي وهي ياسوفيان الرحيم لماذا الكعبي ونصيري لم يبينوش لنا لم يبينوش لنا لم يبينوش لنا ونختار الهجوم الايصر وما سوف نقوم بفال سوف نقوم بفال من المفين خاصه يكون اصدقائي هذا مكان ديالو مناسب مناسب لبذلك يلقى تخرج كثير كثير وفي الوسطنا نقوم بفال نصف مطل الولانية على هكذا ما يبينوش يخطر وإننا مزيف نقوم بفالك وخاتي مدينة ما بقى عمل من يبينوك ولكن لدينا ما نقوم بفالك اضعوه برعبة اصدقاء اصدقاء هي تشكيله المناسبة للاعبوط تباولاوي ملاوي قلت لكم الواسعه في هجم عندها اضعاف بسببه وضعه مع بعض التغارات نحن لدينا رومانسيس اضعنا اشرف حاكيمي واشرف حاكيمي اشرف حاكيمي قريب لا شي مشكلة او لك اننا دفاع قوي وعننا السنبون في حرصة المرمى اتمنى ان هذه هي التشكيله الخاصه لعبها هذه التشكيله الخاصه لعبها لا يوجد اشار تشكيله هذه وعقد بنا أنني أصدقوا هذه التشكيلات أنا وطاقة اللوح ممتع بها هو المدرب المنجحة المغربية في كأس العالم إن شاء الله سيكون هنا في شهر ربعة سيكون هنا للسيمان سيشاهدوا المغرب بشكل جيد وشهر الربعة سيبدأ إن شاء الله ومن بب الطرفة نعم بمكشف لنكونوا مدربين متحفوه ونحن نشروع تشكيله ونحن تغييرها ونحن نشروع تغيرت لاهي يجب ان تشكيله ونحن نشروع ونحن نشروع نشروع ونحن نشروع الى اللايقاء في الحلقة القادمة